اشتركوا في القناة معكم الأستاذ المعلم أحمد القحطاني وزميلي مترجم الصوت أستاذ عماد وبسم الله وعلى الله توكهنا درسنا اليوم سيتحدث عن نبي الأمة محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وسنتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أولا نبينا محمد ابن عبد الله إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية نأخذ الآن اسم النبي ونسبه اسم النبي ونسبه نبي محمد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب إذن الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسم والده عبد الله واسم جده عبد المطلب إذن محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب عليه الصلاة وأتم التسليم أرسله الله سبحانه وتعالى أرسل الله نبينا محمدا إذن صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا إلى الناس جميعا كل من على الكرة الأرضية إلى الناس جميعا يدعوهم إلى الإسلام يدعوهم إلى الإسلام وهو دين الإسلام يدعوهم إلى الإسلام إذن نبينا محمد أرسله الله إلى الناس جميعا يدعوهم إلى الإسلام أيضا الدليل من القرآن الكريم والدليل قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يجب أن أحفظ هذه الآية يجب أن أحفظ نسب واسم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجب أن أعرف وأفهم وأفهم لماذا أرسله الله سبحانه وتعالى ولمن أرسله إذن أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس جميعا على الكرة الأرضية أيضا يدعوهم لماذا يدعوهم إلى الإسلام والدليل مثل ما قرأناه قبل قليل قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أيضا أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتاب أنزل عليه كتاب ما هو هذا الكتاب أحسنتم بارك الله فيكم القرآن الكريم القرآن الكريم أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم تطبيق بسيط معنى أو نشاط صغير معنى آمل توجيه آمل من ولي الأمر توجيه الأبن لحل هذا النشاط ألون البلونات التي فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه وجده إذن هو اسمه محمد أم عيسى أم عبد المطلب أم موسى أم عبد الله أم إبراهيم أحسنتم هو اسمه محمد محمد نبينا اسمه محمد بعد أن انتهينا من تلوين اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ننتقل إلى اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فما اسم والده إذن انتهينا من اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ننون كامل البالون بحيث تكون بحيث تكون داخل بحيث تكون داخل الشكل بحيث تكون داخل الشكل إلى آخر انتهينا من نبينا اسم نبينا ننتقل الآن إلى والد النبي ننتقل إلى والد النبي فما اسم والد النبي أحسنتم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله أين كلمة عبد الله هذه أم هذه أم هذه نقرأها مع بعض نعم عيسى أم عبد المطلب أم إبراهيم أم موسى أم عبد الله أحسنتم عبد الله ينون اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله آمل توجيه الإبن لحل هذا النشاط آمل توجيه الإبن لحل هذا النشاط ننتقل إلى جده جد النبي صلى الله عليه وسلم إذن محمد ابن عبد الله أحسنتم بارك الله فيكم ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب ونختار اللون ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب وها هي كلمة عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم إذن كان النشاط عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم كاملا أو عفوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه وجده إذن هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم صلوا عن النبي ثاني ننتقل إلى النشاط الثاني النشاط الثاني آمل الانتهاء من النشاط الأول بعد النشاط الأول آمل توجيه الأبناء أيضا بحل النشاط الثاني اختر جزء من الدائرة الآن لدينا جزء من الدائرة اختر جزء من الدائرة الذي يكمل الجملة ثم أرسمه وأولونه ثم أرسمه وأولونه لدينا نصف دائرة في الأعلى نصف دائرة في الأعلى أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا أنزل القرآن الحديد المائدة أحسنتم أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن إذن حلها بهذه الطريقة أستطيع أن أعيد رسمها أو أن أرسم نصف الدائرة فوق كلمة القرآن ثم أكملها كما هي لديكم موضحة في الصبورة ننتقل إلى التمرين أو النشاط الذي بعده أربط كل عبارة في العمود ألف هذا العمود ألف أركز عليه هذا العمود ألف واحد ثنين ثلاثة هذا العمود ألف بما يناسبها في العمود ب هذا العمود ب نقرأ الجمل كاملة ثم نربطها مع بعض بما يناسبها الجمل الأولى أرسل الله محمداً صلى الله عليه وسلم إلى الجملة الثانية نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابنه الجملة الثالثة أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قرأنا الجمل في العمود ألف ننتقل إلى العمود با نقرأ الجمل جملة الثالثة عبد الله بن عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب الجملة الأولى الجملة الثانية القرآن الكريم القرآن الكريم الجملة الثالثة الناس جميعاً الناس جميعاً ويجز أن أقول الناس جميعاً نبدأ بحل التمرين الجملة الأولى أرسل الله محمداً صلى الله عليه وسلم إلى هيا شطار أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم أرسل الله محمداً صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعاً الناس إلى الناس جميعاً إذن أربطها بخط مستقيم هكذا نأتي إلى الجملة الثانية نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابنه أحسنتم أحسنتم ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد المطلب نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب أحسنتم إذن أربط الجملة الثانية نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب بهذه الطريقة ننتقل ننتقل إلى الجملة الثالثة أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أنزل أحسنتم أنزل عليه القرآن الكريم أنزل عليه القرآن الكريم أنزل عليه القرآن الكريم بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من حل هذا النشاط آمل من ولي الأمر توجيه الأبن بحل النشاط وفهمه وفهمه إذن أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا إلى الناس جميعا أيضا اسم النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب يجب أن أفهمها يجب أن أفهمها محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل ماذا أنزل على نبينا محمد الذي نقرأه في الصلاة ونقرأه في الكتاب إذن القرآن الكريم إذن القرآن الكريم انتهينا من حل هذا النشاط انتهينا نأتي إلى النشاط الأخير وهذه أسئلة يجب أن أحفظها وأفهمها يجب أن أحفظها وأفهمها السؤال الأول السؤال الأول من نبيك السؤال الأول من نبيك السؤال الثاني ما الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم نتأمل في الأسئلة قبل أن نجيب نفكر في الأسئلة ونتأمل فيها قبل أن نجيب من نبيك أحسنتم ولكن نريد اسم النبي كامل من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب محمد صلى الله عليه وسلم نبي يجب أن تكون الإجابة كاملة يجب أن تكون الإجابة كاملة وإن كتبنا اسم والد النبي وجده أفضل في الإجابة تعتبر الإجابة أكمل محمد من نبيك محمد هذه إجابة ناقصة ولكن الإجابة كاملة محمد صلى الله عليه وسلم نبي ابن عبد الله ابن ابن عبد المطلب السؤال الثاني ما الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم نفكر ماذا يدعو إليه الرسول والنبي محمد نبينا صلى الله عليه وسلم أحسنتم 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 بعد أن فكرنا وتأمنا عجابتكم صحيحة وهو يدعو إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام آمن من ولي الأمر توجيه الأبناء إلى كتابة الإجابات وحفظها مع فهمها وحفظها مع فهمها أحسنتم بارك الله فيكم نعود ونسترجع بعض ما درسناه اليوم وأهم ما درسناه في هذا اليوم في مادة التوحيد وهو محمد صلى الله عليه وسلم نبي يجب أن أتعرف وأعرف اسمه عليه الصلاة والسلام إذن هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد اسم والده عبد الله عبد الله اسم جده عبد المطلب عليه أفضل الصلاة أتم التسليم أيضا أرسله الله أرسل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا أرسله للناس جميعا كل من على الكرة الأرضية من أيام وفترة وجود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فهو الرسول صلى الله عليه وسلم للناس جميعا وهو آخر الأنبياء والرسل إذن أرسله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس جميعا على الأرض ولماذا يدعوهم إلى الإسلام يدعوهم إلى الإسلام والدليل قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمن من ولي الأمر توجيه الإذن أو توجيه الطالب أو الطالب والطالبة إلى حفظ هذه الآية لأنها دليل على دليل على رسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آخر نقطة لدينا نستذكرها ونسترجعها ماذا أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن الكريم القرآن الكريم آيات تتلى آيات تتلى علينا وآيات نتلوها في صلواتنا وفي أوقات الفراغ ومثل هذه الآية أيضا من آيات القرآن الكريم التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوحدة في هذا الوحدة تعرفنا على اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل لمن ولماذا وماذا أنزل عليه إلى أن نتعرف على المزيد من المعلومات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في درس قادم بإذن الله سبحانه وتعالى نستودعكم الله إلى أن نلقاكم في درس قادم كان معكم المعلم أحمد القحطاني وأم مترجم الصوتي أستاذ عماد هذا وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة